البوفا، الإسم بدأ ينتشر بشكل سريع. هو نوع من المخدرات مستخلص من بقايا الكوكاينة. يدفع صاحبه إلى الانتحار. مخاطر يدركها اليوم أحد المتعاطين لهذا المخدر. لم يستوعب كيف سقط في شباك البوفا. بكثير من الجرأة تحدث إلينا رغبة منه في توعية الشباب حتى لا يعيشوا مرارة التجربة. حسن بالربح. الثانية صباحاً كان عليه أن ينتظر سكون الليل لكي يلجى سطح العمارة بالكثير من الحذر. يقصد ذات المكان لكي يمارس عادة تعاطيه ما بات يعرف بالبوفا. وفي بداية الأربعينيات أبو للطفل واحد كان يقيم ويعمل بالماجر. لا يعرف متى ولا كيف علق في براثم إدمان هذه المادة. هي كتشي من بعدها من جنوب أمريكا من كي يجي الكوكاين. نفسها هي كتبريب بارة. بارتو فيما مشيش دابة ولا تموجودة وتبلغ بيع الناس بالساف. ومن يجربتها نار الأولى رشدت فيها شي تلتيام ويشد فيها. تمام ديالة كي يبيها بألف درهم ألف وميتين درهم. العيانة ديالة ديالة ستمية درهم. النوع الردي يبلغ ثمان وستمائة درهم للجرام. ومع ذلك توصف البوفا بإدمان الفقراء. هي عبارة عن بقايا مخدر الكوكاين. فبعد طهيه يتم إدماجه مع مكونات كيميائية أخرى من ضمنها الأمونياك. ويشكل خطورة جسيمة على القدرات العقلية والجسدية قد تصل للهلوسة وتدفع للانتحار. كنت تبع في الضروة، كنت تبع في بنية طوجية بوزكورة، كنت تبع في الحي الحساني، جيت الولفا، في المدينة، في ضرب السلطان، فيما بشي تيك تلقاه. تفل معارف، تفل ضرب غلب، فيما بشي تيك تلقاه. هذا النوع من الإدمان الخطير جدا دفع بالبعض إلى حافة الإفلاس. وشهادات عبر فيديوات السوس الميديا كانت صادمة من الجنسين. من ضمن القصص الغريبة اللي عشت، واحد سيدانيت كان عرفا، واحد رهنات طنوبيل ديالا راقية وغالية بالسف لبسناس، وعطاها باش تكون صومي. وبسف الناس كيبيعوا تليفونات، كيبيعوا حويجهم، كيبيعوا أي حاجة تبعة لهم باش يجيبوا ديك البلية ديالهم. اتصنى بخمسة عينات من مدمن البوفة من الجنسين. قبل التصوير بلحظات، أربعة منهم أقفلوا هواتفهم النقالة. باستناء هذا الشاب أصر أن يوصل رسالته للعموم. لماذا تنتشر البوفة في صفوف الشباب كالنار في الهاشيب؟ ترجمة نانسي قنقر